رئيس نادي ميديامة الحقيقة بدأ المباراة يعني ايه بدأ المباراة؟ يعني رئيس نادي ميديامة اتكلم عن النادي الاهلي وتكلم عن انه بنوعد الشعب الغاني ان احنا بكرة في مباراة او بعد بكرة في مباراة الاهلي هنفوز على النادي الاهلي فرئيس نادي ميديامة الغاني موسى باركر قال كده في التصريحات دي بداية المباراة هتقول لي يعني ايه هقولك انه هناك البعض بيحاول ان هو يلعب نفسي الاول قبل المباراة هو شايف ان فريق اقل فنية من النادي الاهلي ده ما احنا متأكدين منه وعارفين ولكن زي ما قلت لحضراتكم من بارح الملعب شكل مختلف وامور اخرى موسى باركر قالك ايه انه هدف فريقه من هذه المباراة هو الفوز على النادي الاهلي وان جميع اللاعبين حيبذلوا اقصى مجهود وان المباراة دي تعني لهم الكثير والكثير وقال ان هم عندهم رغبة وطموح في تكرار مع فعلهم دياما 16 عام 2016 عندما فاز على مازنبي الكنغولي وكانت مفاجأة قوية جدا عشان كده هو شايف ان الفوز على النادي الاهلي مش هيكون صعب هو بيقول كده وان الفريق مر بنفس الظروف والاجواء دي قبل كده وقدر ان هو يحقق الفوز وقال كمان ان هو مش متوقع ان فريقه يحقق الفوز ولكن في سعي ورغبة قوية كمان انه محتاج دعم كل وسائل الاعلام الغنية وقال ان يوم الجمعة يوم الجمعة سنفاجئ الغنيين بالفوز على الاهلي من اجل الاقتراب من التأهل للدور القادم وقال ان هو رصد مكافآت كبيرة جدا لللاعبين لتحفزهم على السعي لتحقيق الفوز على بطل افريقيا اشتركوا في القناة